ما في شي بقى على حاله يعني فيه أفريج مسام بالقرطسية بالخمسين ألف على كل ولد بالقصد قرطسية خمسين ألف وفورنيتور بالمدرسة ثلاثمية وخمسين ألف وقصص قصص أدبابتكن يعني أنا كمان بديت شكر كليل يتواصلوا معي وشاركوني اليوم على الفيسبوك عمر مصلي معك حق لازم يكون المدير بظهر التلميز ليجي المساعدات ببعض الأحيان وقود يكون فيه وراء ظهره مثل ما قالت نانو هوني شي مسؤول حتى يعطوا المساعدات وإلا بدو يشحدش حادي لصد بس نحن طبعا مستسنى بعض المدارس يلي بهمة أنه تساعد الطلاب وتحافظ علينا وخاصة إذا كان فيه مستويات عالي للطلاب بساعدوهن أنه يبقوا بمدارسهم لأنه كمان وجودهم المدرسة بهم أنا بدي أتشكر اليوم تواصلكم معي وبعدني كمان عم بتلقى كل مشاركاتكم بالنسبة للمدارس الرسمية والخاصة والقصدات يلي هي ما عم نقدر نلبية متل ما لازم والزيادات يلي عم تجي عليها سنويا على كل حال الأسئلة موجودة على الفيسبوك فتحوا قدامكم صفحة عالم الصباح وشاركوني أراءكن لكن المشاهدين عودتكن عالم الصباح يقلكم شو أجدد الإصدارات بصلاية السينما طبعا حننتقل لنشوف شوفي عنا أفليم جديدي فينا نشوفها بلبنان أفليمها الأسبوع بالصلاة اللبنانية لقاء قمة بين روبرد دينيرو وميشيل فايفر بفيلم الأكشن كوميدي مالافيتا أو ذا فاميلي من كتابة وإخراج لوك بوسون البعض بيسموها جرائم منظمة والأكترية بيعتبروها عائلة ولمحبي أفليم الرعب فيكن تشوفوا الجزء الثاني من فيلم إنسيديوس اللي نعمل سنة 2010 إنسيديوس تشابتر 2 مع باتريك ويلسون وبربرا هرشي والإخراج لجيمس وان أما فيلم الأكشن الجديد فهو من أفتاي تشي من بطولة كيانو ريفز وطايجر تشين عن عالم المارشل آردس أو الفنون القتالية والإخراج لكيانو ريفز تانكيو فأزا يوميا رح بتشوفوا إصدارات جديدة بعالم الصباح لتشوفوا شو بكن تختاروا من الأفلام تشوفوها بصلاة السينما نحن وياكم ورشة ملح مع الشف شادي وطارت البتنجان أحبائي الصباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة سريعة جدا اليوم بس قبل ما بلش ارجع اشرح عن العجينة وتكتبوها وتطلع على الشاشة خلوني أول شغلي فرجيكم العجينة كيف ما تدايتها كي بدي حطها بالفرن وكيف بدو يصير كمان هالطريط التحضير طبعيتها والمراحل كلها جزيف كيفك؟ أهلا مش الحال؟ تمام؟ وضعك منيحة تمام لايك العجينة هون شو حلوة هيد العجينة مصنعة من طحين أبيض طحين أسمر وكمان رقائق الشوفين من بعد ما عملناه وهلا بنقول مقاديرة جيت أنا مديتها بهذا الطريقة أوكي؟ هلا بنشيلها على ايدنا ها شلتها على ايدي بهذا الطريقة هيك رح اخد صانية هالصانية مدهونة بالزيت طلعوا مدهونة بس بزيت الزيتون رح حطها العجينة بقلب الصانية طلعوا هون لك شو حلوة أوكي خلا نحط هون الفولار بطريقة كمان كتير حلوة من مده منخلد الأطراف طبعولة طالعين مثل ما شايفين هون على الأرض أوكي؟ بطريقة كمان حلوة كتير بعطيك فكرة أوكي بضع أنه نحط هون بمونزاليلا جبني أوكي ونسكنا 100% بس نحنا كونه هون عاملين عجيني بيشوفين واتحين الأسمر فعمل تجي شوية صغيري صوب الهالسي بس إذا أنت فكرتك بدك تقولها أنه هي الفكرة اللي بتحط أنت هون جبنة وبتلفها بصير الجبنة محصورة جوا وبتلفها كل سواء حتى ما نطلع الطرف نكبه أنه إيسيا أو شو لا ما راح نكبه أبدا نطلع بالعكس نحنا هون عم نشتغل مثل أي نوع بيتسا أو ما نقوشي ما منكبه له طرفها بس أنه فكرتك كمان فكرة نيش حافينا كمان نعملها بس عملنا هالبورد هيدا بهالطريقة هيك حتى بعدين بس نحط صلصة البنادورة أو الصلصة مات ما تطلع برا وتبين كأنها تارت ما تبين كأنها بيتسا لأنه بيتسا بتظلها مسطحة جوان ربها أوكي مثل المنقوشي أو شي هلأ شو بدي أعمل شغلي أول شغلي بعملها بيجي أنا بالشوكي ببخشها بهالطريقة لأنه هي فيها خميري العجيني أحنا ما تنفش معي بقلب الفرن وتعمل بالونات فبيجي أنا ببخش بالشوكي حتى يمر الهواء من الأسفل إلى الأعلى وكمان بيجي بعمل شغلي كمان تاني زيت الزيتون طلعوا شو عم بيصير وبده هنا بزيت الزيتون هيك بيفوت كمان زيت الزيتون على قلبها هيه عم تستوي وبتطلع معي العجينة بتأرقش بطريقة كتير كتير حلوة قدي بدا بالفرن العجينة هلأ فقط العجينة حوالها بس خمس دقاي حتى شو حتى الوجه تبعولها من فوق شو يصير فيها حطها الفرن على الحرارة هلأ 180 درجة الفرن عندي حين شو بيصير بيها هلأ بالعجينة العجينة بترفخ شوية صغيرة هيدا واحد اثنين بيبس وجه لما وجه بيبس يعني بيصير قاسم لما أنا بحط صرجة الطماطم عليه ما بتنزل المي طبعا صرجة الطماطم لقلبه لاش أنت مدور على من فوق هلأ لا أنا مدور منتحت بس أكيد إذا أنا مدور منتحت ما هي بترفخ بيبس شوية وجه هلأ أنت بتشوف بعد شوية صغيرة ساعتها وجه بيصير قاسم مش متل ما هلأ هلأ مي إذا عجين العجين بيمتص أنت عندك السوائل الموجودة بالصالصة أو بالخضرة أو بيغيرون أنا هلأ شو عملت اختصرت هذا الموضوع وهي دي طريقة بيتوتية بامتياز ليش؟ لأنه نحن لما منعمل بيتزا أو منعمل تارت ومنحطها بالأفران الحطب أو الغاز ومنحطها على الحجر أو على الحديد تعرف أنت المنقوشة بس تفوت على الفرن أو البيتزا ما بتفوت بالصنية بتفوت دغري بالشلاب المشحاف الكبير بيكبوها على الحديد وبدلش يبرموها مظبوط الحرارة بتكون طبع الفرن بتتخطط 300 درجة ما بتضل وقت طويل ما بتلاحق تشرب المي طب ليك؟ أوكي إليك عادة تعمل كميات ليش اليوم عامل عقصة صليات؟ زي علين منك أنا اليوم والكمية بس لألي حط لي هاي المجلة ليك؟ ليه زي علين منك؟ أوكي خايزي علين منك ما معرف حدا محرب لك علي وما بتحبني أوكي يلا لقا نحن عنا العجيني العجيني هي عبارة كانت عن ثلاثة رباع الكوب من لطحين الأبد ما شو سوى تنشوف طحين الأبد كلنا سوى طحين الأبد دقا ثلاثة رباع الكوب عنا يا جزيف ربع كوب من رقائق الشوفين أوكي ونصف كوب من لطحين الأسمر طحين الأسمر هو الطحين يلي بنعمل من الأمحة الكاملة يعني من البران أوكي من الأندوسبرم ومن كمان الجرم الجرم النوا والأندوسبرم هو هو الجزء يلي سبعين بالمية من حبة الأمح يلي بنعمل منه الطحين الأبيض أم sampai البران البران اللي هو القشرق البرانية أوكي يلي نحن نعمل منها كمان كتير من القش هنا حتى نستعملها بكتير من الكعك أو غيره وكمان للحيوانات وعلف للحيوانات اللي هو البران اللي هو القشرق نسبع حبة الأمحة إيهني احنا عنا هون دايما ودايما للطحين الأسمر بيضعم أقل Manglustحين الأبيض لأنه بيحتوي على الجرم والجرم بيحتوي على زيوت مشان هيك نحنا مدة الطحين الأسمر أقل بداياً أقل من الطحين الأبيض لك أنا عملنا شو؟ صحي أكتر طبعاً صحي أكتر لأنه بيحتوي كثير على ألياف ومناكل منه كمية قليلة ومنشبع يعني وجسم ماك ما عدا بيطلب بقى جوزيف إنك تاكل أكتر مش هيك بيقولوا كل خبز أسمر أو خبز الشوفين بتطول تترجع تشبع مرة تانية بعبل بقى مية بالمية لك إحنا عنا هون طحين الأسمر نص كوب طحين الأبيض ثلاثة اربائة الكوب ربع كوب من الشوفين مع أربع ملاع من حليب البودرة أربع ملاع من زيت الزيتون ملعة صغيرة من الملح وحط لنا كمان ملعة كبيرة من الخميري يلي مدوبينا هيدا صانية يعني قبل عملاً هيدا العجين اللي عملناها هون مقادير اثنان إن إحنا هون عملنا دوبلناها صانية كبيرة هاي صانية كبيرة أنا المقادلة اللي ما أقول عنها هي صانية صغيرة لك ملعة بلصنة طيب أوكي هذا راح انتقل لهون جزايف أنا عندي بتنجام مشوي من شوي بطريقة عادية مشوية عادية راح فرجيكم كيف طرف ميحة شوية هاي شوية بحطها على النار وشويت علي أنا بتنجام مع شوية صغيرة من الملح وشوية صغيرة من الزيت صار بيعرفوا المشاهدين بس إحنا عزيتنا في صغيرة يعني بطريقة إنه إنه عادي أما هوني ليتر واحد من الماء عم يغلي بس يغلي منحط له نص أو ملعة صغيرة من الملح يعني عشرة جرامات ومنحط ميتة جرام من أي نوع من المعجنات بالعالم ماكرونيا أصلا أي ماكروني نيوكي نودلز رزين أي شي هو عجين أي شي في ناشا كمان بيحبهو بنسلا بهاتطريقة أنا اليوم عندي الميني بني يا حياة قلبي يا ميني يا بني طيب أنت الزغار بتحب تغنجهم أوكي ولا ما بتغنجهم أنت بلا بس أنا ما وصلت لما وصيلك بعد أنه غنج المعكرون جدي لا عن جد أنا ما وصلت له المعكرون تعرفوا كل شي بتغنجه وكل شي بتحبه بيرجع لك يعني بيرجع بيحبك بشريك أنا الأكل بيحبني أي طبعا أنت غنج وشوف الباستر شوف أنا حياة قلبي كرمي لك لأن أنا هون هالبني أو هالمينيبني سلقناهون ميت جرام بس صاروا قلدينتي هيك بيكتشو جينا صفينيهون ما منحطوا عليهم الماء المسقع أبدا 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 وشو عملنا؟ حطينيهم بقلب صنية وهدي الصنية بعدين بردولة واحدهم خطينيهم هون بابي لز وعبعضهم اطلاقا اطلاقا طلعوا فيهم شوف يا جوزيف واللون الأخضر الحلو اللي هو جاي من السبانغ نعم أو من الركة إذا كنت عملها فراش أو شي بس أكتر شي بالسوق بتلاقي أنه الباستا الخضرة معمولة من السبانغ بس أنا ما أفهمت هادي خاصة بالبيتزا رح تعملها؟ نعم هادي خاصة بالشوربة نعم بالشوربة أوكي الشوربة أول شي خلينا أول شي نخلص موضوع البيتزا يلا لا ما خلصناها موضوع البيتزا بدي أعمل شغلي بيسرع كمان رح أخد حبتين ثلاثة ألم من الفطر هون رح أجيبون لهون رح نقطعون رح نفوت البيتزا بعد شوية صغيرة أو خلينا نقول التارت هي مش بيتزا بس العجينة أو شكلة يمكن رح يطلع مثل البيتزا لكي لدينا نحنا هون المشرومز أو الشومبينيون دو باري أو الفطر الأبيض بيتغسل أو بيتأشر أفضل؟ هلا فيك تغسله إذا بدك تستعمله بقلب الأكل وبسرعة أما إذا بدك تستعمله بقلب الأكل يعني شغلي مطبوخة أما إذا كان شغلي صلاة شو بنا عميل؟ نجي من أشره متل ما أشرته هون شو برا ديقوا جزاف؟ ايه ولو ترع المطاعم انت؟ لا نعم برع المطاعم طاعم أوكي لكن احنا عنا هون طالع كيف؟ أنا ما بأكل إلا من إيديك يا شيف بشنا رفاك؟ ها طويل مخاري؟ كتير أوكي يلا الوصفة هلا عالشيشة يا سلام اكتبولي هالعجين العجينة بتطوش متعاعد بالجنة كتبوها وخلوها أنتوا عالشيشة نشفت كأنا تركت نشف بعد تركت نشف ايه أوكي نشف نشف اقل لي؟ معلتلك نشف اقلتلي اوكي يلا شوفت كيف رفاكيت ها طلع هون حط إيدك عليها ها هايدي العجينة طلعوا فيها اوكي شوفت كيف نشفت من فوق؟ حتي نشف في هايدي نشفتها أنا بدي لأنه هلا ما عد تشرب معي تحط أنا هون يا سلام على السوس خليك بدانو؟ هلا بدي حط عليا أنا أكي سوسطوات مخروطة مع الملح والفلفل عم ندهنة هلا للسوسطوات مثل ما عم ندهنة جوزاف اوكي بطريقة حلوة اوكي متناسئة بكل الصينية بعدين متع ترهم بعد ذلك بحط عليا أنا شوية أوريغانو عبزوز خلصنا ايه دعنا معنا هون هاك تطلعوا شو عم بيصير هلا بحط شوية جبنة ما بكتر شوية صغيرة من الجبنة أول شغلة جيل بطنجين يا جوزاف صفر بطنجين كلهم سوا عليا وأنا سأجيب كمان الزيتون لك العجينة برجع بعيد كل ثلاثة ربائع الكوب من الطحين الأبيض بده نص كوب من الطحين الأسمر وبده ربع كوب من الشوفان بنعجينا مع أربع ملايق أكبار من الحليف أربع ملايق أكبار من زيت الزيتون ملعة كبيرة من الخمير المنقوعة بحوالي كوب واحد من المي الصخني أو الدافي ومنحط لها رشة صغيرة من الملح ويا سلام يا جوزاف شو عملنا هون برافو عليك برافو البركة بتلاقي عروس هون لك هون الزيتون طلع كمان الزيتون وفيكن تحطوا عليها شو ما بدكن ضروري بدكن أصدق أنه أصدق أنه فلفل حلوة أصدق أنه السيفود أصدق أنه نوع من الأشبان عملك شوية يا جوزاف شامبينيون شامبينيون لأنه الجبن اللي تحت والجبن اللي فوق هادي بيخلوا بس الدوب الجبني بيعلقوا هالموايت كلها ببعضها حط ما تخاف بالطريقة وهيدي صرت أنا عنديها جاهزة زيح زيت زيتون بعقد وخلاص يا جوزاف جوزاف خلاص العالم مش عم يقدر يروح على مدارس انتم رحوط كتير جبنة وهون هاك طلع وفاتع على الفرن هادي هي هكتارت اللي أنا عندي هلا هون رح ولأ أنا كمان من فوقه من تحت والفرن صار عنا بدلوا حوالها خمسة دقاي سبعة دقاي بتكون جايزة ليش؟ لأن الشامبينيون هني مستويينه او التكارونيين كمان الزيتون زيتون البتنجين شويين من قبل يعني هودو القصص كلهم سوا هلا يا جزي بدنا نجي نحن هون بدي ايك هالمعكرون الموجودة عمو المعروف ايه تجي تحطة بقلب هودو السحون الحلوين بدك شوية يعني مش كتير هلا بدي اشرح شوية صغيري ازا بتريدو عن موضوع الشربة لانو بلشنا نحن بالشتوية وبتعرفوا بالشتوية جسمنا بيطلب اشي تكون دافية اوكي انكام بالبيت او انكام بانواع من الاكتر طيب الشربة كتير طيبة وبس تكون فيها حبوب يعني صارت وقعة كاملة اوكي فهلا شو بدي اولا بلوما عملت زيت الزيتون البصل والكرافس والجزر برجع بعيد زيت الزيتون البصل والكرافس والجزر اللي ينهن كلهم مع بعضهم وكانت سالق فصولية حمراء كانت سالق حمص كانت سالق عدس بعد مبسوط ان دياي ما اتطلع بالكاميرا ان انت مبسوط حطيت المعكورين بقال بالطبع للفخة اوكي تايب لكان لما جينا نحن بعد ما خلصت اه شباك اخي بعد اننا خمس دقايق شباك انت اليوم طاير انت قلت لي ما عندي وقت خمس دقايق انو ما عندي وقت كتير يعني يلا اوكي فصولية حمص لكان احنا بعد ما حطينا وجينا قلينا هالكرافس والجزر والبصل منيح طلعت الريحة مع وراق الكرافس شم ريك لا ترك لي هون شم اللي ريحة وراق الكرافس روح ما بدي عدس بلا بحطينا عدس خط ازا بديك برابو شم اللي هي هون شو هنه ريحة الكرافس ريحة الكرافس مش عرفة خمان تاهد بقدومش بس ادياش طيبة مش عرفة شم بطريقة انو ادياش طيبة مشين هيك استعملوا الوراق الكرافس فرمون حطوهم مع الفاتوش حطوهم مع التبولي اوكي بيعطوا طعمي هيئي ليه ملح يا جوزيف بقلب الطبخة كمون المعروف يلا بس عيه مش كيلو كمون اوريغانو بدك اوريغانو طب اوكي بدو اوريغانو جوزيف حط اوريغانو مهم صار عنا العدس صار عنا الحمص صار عنا الفصولية مع الجزر والكرافس وفيكم تحطو كمين بطاطا وانا حطيت بصل وفيكم تحطو كمين توم هاو دي حطيناهم كلنا سوا مع مرقوة خضرة غليوا مع بعضن ملح وكمون بكفير بديو حط كمين فلفل اسود او بديو حط اوريغانو متل جوزيف بعيد طيب اوكي جيب الباستا لهون يا بالزوز سكرب فبقى طيب هاي طريقة بعمل لجوزيف هلا طريقة مزبوط ولا لا مزبوط وفينا نحطها بقلب الطنجرة اذا بدنا شو هي؟ الباستا مية بالمية الباستا فينا نحطها بس اذا بدنا نحطها بقلب الطنجرة جوزيف لازم نكيلها دغري اوكي لازم نكيلها دغري لانه بعدين الباستا اذا قعدت بقلب شو؟ بقلب الشربة لا بالليل شو بيصير فيها بتنفش؟ بتنفش؟ بتبطل حلوة فهوالطريقة احنا هون عم نشتغل بطريقة كتير حلوة بس هاي دي كير زي كل احبوب هاي دي الشربة اوكي بتعقل هاي دي وقعة كاملة بزي كل واحد ينام واحده بالقودة لا انت اصلا بتنام لواحدك انت بيه اللي حط ليه ما بجيهومي بس انا يا معنم ازهلك اوكي يلا هون وتطلع هون الجزائف كتير طيب ايه وانا بتعرف مع الشربات من هالنوع بكتير من القرى اليوم نحنا بلبنان او حتى بالدول العربية بيحطوها بكبية وبيشربوها بطريقة انه نحنا عم نشرب مي يعني لانه كتير مجزية وليك هلا شو لا ما نحط شبنيه على الشربة اوكي حطلي بس اديك حطليها على الصحن هونيك لانه بدنا نشير البيتزا من الفرن يا بوش زيف واو اوكي بسرعة لانه البيتزا عم تخلص بدي ارجع اذكر بس عمله معروف بعيد العجينة قبل ما اقدم البيتزا كل ثلاثة ارباع الكوب من الطحين بدنه نص كوب طحين ابيض نص كوب من الطحين الاسمر ربع كوب من الشوفين اربع ملاعي اكبار من حليب البودرة واربع ملاعي اكبار من زيت الزيتون ملعه كبيره من الخميره ليش خميره كتير لانه الاشيه السمره اللي فيها الحب الكامله بدي خميره قويه انت عارف هاده الموضوع اكيد اوكي بدي خميره قويه حتى تقدر تشغله اوكي ملت في تحت هيده وبعدين ما نحط الخميره هالملعه بيكوب واحد من المي حتى هيكوب يكون شوية صغيره شو ديفه اوكي او منحط خي خميره وشوية وشوية مي بجمعة تلزق على ايدينا مع شوية ملح يعني بتكون العجينة جايزة يلا طلعا هون هيك يلا يا جوزيف طلع بدون بدون تعنيف باك تطفي الفرن لا هلا بتطفي الفرن طلعوا هيدا هو التارد بهات طريقة من انطرة شوية صغير الجوزيفتها تبرد اوكي بتعرف انت وبعدين تعرف العجينة عظيمة هيده يا عجينة كتير طيبة سمره بتاع اي جوزيف نجعل عندك لقاء التنين معكم بكرة رح تكون هانية وبعد بكرة رح يكون فيسر بوصفتين او بيومين بعقده تانكيو لقالك شادي لكن المشاهدين متل ما قالنالكن احنا مكملين معكم كل شهر تشرين الاول نحكي عن المدارس وما شكلا كان المدارس الرسمية او الخاصة لقصتات ومن كل الجوانب رح نفتح هذا الموضوع الى اللقاء بكرة على صباح جديد ساعة عشرة بتوقيت بيروت باي باي موسيقى موسيقى او انا موسيقى اشتركوا في القناة